نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع الجمعية السعودية للجودة فعالية اليوم العالمي تحت شعار الجودة طريقنا نحو العالمية والاستدامة المؤسسية تفاصيل أوفى في التقرير التالي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس فعالية تحت شعار الجودة طريقنا نحو العالمية والاستدامة المؤسسية حيث انطلقت ثلاث فعاليات نظمتها الهيئة بكل من الرياض وجدة والدمام اليوم العالمي للجودة مناسبة تعقد سنويا كل ثاني خميس من شهر نوفمبر لاستعراض المستجدات والتطورات في هذا المجال حيث بدأت الفعاليات بكلمة افتتاحية من معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي الذي تطرق فيها عن تطور حزمة من البرامج والخطط التنفيذية للارتقاء بجودة المنتجات والخدمات الوطنية للهيئة كلمنا في هذه الاحتفالية والله الحمد عن عدد من المحاضرات المحاضرة الأولى كانت عن الجودة الشاملة وأثرها في رفع مستوى جودة المؤسسات وكذلك محاضرة أخرى عن المواصفة القياسية الدولية الآيزو 9000 2015 والتحديثات الجديدة التي تمت على هذه المواصفة والفرقات بينها وبين المواصفة السابقة كذلك تم الحديث عن علامة الجودة السعودية بمفهومها الجديد والتي بحمد الله تم تطوير علامة الجودة لتصبح مفتوحة المجال للشركات المانحة للشهادات وبالتالي مساعدة الصناعات للحصول على علامة الجودة وبالتالي دعم نشر علامة الجودة وتعزيز مفهوم الجودة في الصناعة السعودية وبالتالي تعزيز تنافسية في الأسواق المستهدفة تلتها كلمة رئيس مجلس الجمعية السعودية للجودة متحدثا عن مفهوم الجودة الشاملة وكيفية تطبيقها اليوم المحاضرة التي قدمتها قبل قليل هي عن مفهوم الجودة الشاملة وكان التركيز فيها على الأشياء العملية سلوب التطبيق وكذلك متطلبات التطبيق تكلمت البداية عن مفهوم الجودة الشاملة وأن الهدف منها تحسين الخدمات والمنتجات المقدمة لعملاء المنظمة والمؤسسة ولكي نحصل على هذه النتيجة لابد من تحسين جميع العمليات الداخلية للشركة وإرضاء العملاء الداخليين فهناك عملاء داخليين وعملاء خارجيين وهي سلسلة متواصلة لابد أننا نحسن من هذه العمليات الداخلية لكي بالنتيجة تقديم خدمة يرضى عنها أو تبهج العميل الخارجي كما أن للهيئة أحداف كثيرة من ضمنها جعل الجودة واقعا ملموسا في المنتجات والخدمات بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في هذا المجال هيئة المواصفات تتبنى العديد من الخطط والبرامج التنفيذية لرفع مستوى الجودة في مختلف قطاعات المملكة لجعلها الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعالى